السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم بالدنسة الجديد إذا كنت قلت مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن فلستوب أو نسميها بيريد النقطة في اللغة الإنجليزية متى أستخدم النقطة في اللغة الإنجليزية الكثير يخطأ عند الكتابة وينسى استخدام النقطة ما هي الحالات التي تستخدم فيها ذات فلستوب نستخدم فلستوب في نهاية الجملة ذات المعنى المكتمل يعني معنى كامل لجملة استوفت شروط الجملة ومعناها أول استخدام لها at the end of declarative يعني في نهاية الجملة التصريحية أو البيانية التي تعطي معلومة معينة كما نعلم الجملة باللغة الإنجليزية بيكون شكلها subject الفاعل بعدين عدنا الفاعل يكون عدنا compliment تكملة الجملة فاعل وفاعل وتكملة الجملة بيكون عدنا الجملة الفاعل ويكون عدنا نسميه وفاعل يعني تكملة الجملة سليب نسميه 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 النوم والأكل هما نشاطات مهمة لاحظين الفاعل في هذا الجملة سليب نسميه النوم والأكل طبعا نعرف الفاعل بس نضيف له وينجي يصبح اسم سليب ينام سليب نوم ايت يأكل اكل لاحظ are هي الفاعل بالجملة لا نصح أن نقول sleeping and eating important activities يجب أن نضع فاعل لا يوجد فاعل واضح بالجملة كما قلنا يكون الفاعل عندئذ الفاعل كون لاحظ هذا الجملة ننهيها بنقطة اذا هاي نسميها جملة تصريحية وننتبه ليست جملة تعجبية ولا استفهامية اذا كانت جملة declarative تصريحية يعني جملة عادية تعطي معنى كامل ننهيها بنقطة وننتبه لا تشير إلى تعجب او استفهام اذا لم نضع نقطة يكون عندنا خطأ قوى عادي وايضا يجب نبدأ الجملة ب capital letter حرف كبير most teens need at least eight hours of sleep a night يحتاج معظم المراهقين at least نحفظها على الاقل eight hours ثمان ساعات لاحظ اله لا ترفض لا نقول hours hours ثمان ساعات of sleep ثمان ساعات من النوم a night اذا في كل ليلة مثل عدنا نقول a day يعني يوميا نفس كأن نقول daily daily يوميا مثل عدنا نقول a week اسبوعيا ممكن نقول weekly اذا اسبوعيا نضع y او نضع a قبل الفترة الزمانية تصبح بشكل يومي يعني عدنا جملة يجب أن تنتهي بنقطة والجملة ننتبه لا تكون سؤال ولا تكون تعجب ايضا نستخدمها في نهاية الجملة بحالة الامر at the end of imperative sentence يعني في نهاية الجملة في حالة الامر كما نعلم الامر يعني نبدأ بالفعل مباشر please give me the key من فضلك أعطني المفتاح لاحظ هذه الجملة imperative أمر لكن request طلب تطلب من شخص اذا هيا نسميها طلب open the door افتح الباب هيا نسميها command command يعني معنى أمر اذا افتح الباب اذا imperative الامر اما يكون request يكون طلب اما بيكون امر تطلب من شخص ان يقوم بشيء ما لاحظ ايضا ننهي الجملة ب philestone او نسميها period بنقطة كما قلنا اذا لم نضع هذه النقطة بيكون عندنا خطأ قواعد كما قلنا ايضا نبدأ الجملة ب capital letter ننتبه لهذا الجملة call the police at once يعني اتصل بالشرطة فورا او حالا لاحظ نضع في الاستب نقطة هذا الجملة imperative امر لماذا لانه بدأنا بالفعل لا يوجد فاعل اذا وضعنا exclamation mark اشارة تعجب للفت نظر القارة اذا امر طارة لكن اذا وضعنا philestone جملة عادية حالة الامر لكن علامة التعجب اذا وضعناها بيكون يعني شيء طارة وايضا للفت انتباه كما قلنا الشخص الذي يقرأ هذا الكلام call the police at once use period at the end of most abbreviations abbreviations معاته اختصارات نستخدم النقاط او النقطة في نهاية معظم الاختصارات مثل عندنا doctor نختصرها dr نضع philestone a philestone k philestone khaled مثلا احمد kareem khaled او خالد يعني نختصر اول اسمين ونضع الاسم الاخير يكون شخص معروف او مشهور فقط نختصر اول حرف من اسمه بعدين اسم ابو ونكمل اسمه الثلاثين لكن اول اسمين نضع نقطة بعدهم بعد الحرف عندنا company ايضا نضع لاحظ company شركة ايضا نختصر اول حرفين نضع نقطة كلمة street ايضا شارع نضع نقطة friday يوم الجمعة يعني ايام الاسبوع كلها نضع مختصر sunday ايضا نضع نقطة نختصرها ايضا اشهر السنة ديسمبر ايضا نضع فلسطوب جانيواري ايضا نضع فلسطوب اذا معظم الاختصارات باللغة الانجليزية نضع بعدهم ايضا نقطة عدنا mrs السيدة نختصرها et cetera بمعنى باللغة العربية الى اخره تختصر et set ra et cetera يختصرها طبعا اول ثلاث حروف يضعون فلسطوب طبعا كما باللغة العربية نكتب اكثر من الشيء بعدين نكتب الخ الخ هي اختصار الى اخره تختصر الخ ايضا باللغة الانجليزية et cetera هذه يختصرها et بمعنى الى اخره ايضا استخدمها in internet and email address في الانترنت و عنوان البريد الالكتروني مثلا عندنا http دعنا نشوف هذه قد ما افتح على جوجل مثلا عندنا يكون hypertext اختصار لh t transfer protocol secure اختصرون طبعا اول حرف من كل كلمة يكون عندنا نقطتين www طبعا اختصار world wide web اختصرون اول حرف من كل كلمة نضع dot لاحظ youtube dot com slash c ali ali زين اذا بهذا الحالة اذا نستخدم full stop او نسميها period متى in internet an email address في الانترنت والبريد الكتروني ايضا نستخدم full stop بالمختصر نستخدم full stop او نسميها period النقطة في نهاية الجملة we have a big car نضع نقطة جملة مكتملة المعنى clean the car now نضف السيارة الان هاي نسميها جملة imperative اذا امر don't let them go لا تدعهم يذهبون ايضا نضع نقطة ايضا هذه الجملة امر ايضا في abbreviations الاقتصارات ايضا مثلا ايام الاسبوع نضع اول ثلث حروف بعدين نقطة full stop email address and internet في العنوان البريد الالكتروني والانترنت ايضا نستخدم النقطة اذا بهذه الحالات نستخدم فيها full stop او نسميها period بهذا الشكل نهاينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن full stop او نسميها period النقطة ومتى استخدمها باللغة الانجليزية اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة